منذ أن أجبرت الأحداث التي شهدتها عدن الحكومة على مغادرة العاصمة المؤقتة في أغسطس الماضي وسيطرة المجلس الانتقال المدعوم من الإمارات على المدينة باتت عودة الحكومة هي الاستحقاق الذي طال انتظاره ولأجله وقع اتفاق الرياض عاد رئيس الحكومة إلى عدن برفقة عدد من الوزراء بعد نحو إسبوعين من توقيع اتفاق الرياض الذي كان قد حدد إطاراً زمنياً للعودة خلال أسبوع إلا أن عراقيل عدة وفق مصدر حكومي تسببت بتأخير وصول الحكومة المصدر الحكومي أشار إلى أن الحكومة اضطرت إلى إرجاء عودتها إلى عدن بسبب رفض المجلس الانتقالي تسليم المؤسسات في عدن إلى الحكومة الشرعية مشدداً على ضرورة إنشاء لجان مشتركة لإدارتها قادة في المجلس الانتقالي كانوا قد قالوا إن عودة الحكومة إلى عدن ستقتصر على عودة رئيس الوزراء فقط لتنفيذ مهمة صرف الرواتب وهو الأمر الذي يتعارض مع أحد أهم بنود اتفاق الرياض وأمام هذه العراقيل يتساءل مراقبون عن مدى جدية التحالف في تثبيت الوضع الأمني في عدن لاستمرار عمل الحكومة من جهة ومواصلة دعم الحكومة الشرعية في سبيل إنهاء انقلاب ميليشيا الحوثينغ واستعادة الدولة من جهة أخرى